كيف إتصنع فيلم بمزاينية محدودة يروح مباشرة للبلاتفورمز؟ يعني لو أنا مش عايز أجي لك ولا أجيب نجوم، ولا أعيز عامل فيلم مثلاً أنا شايف أنه فنياً وعنده فرصة برضو اقتصادياً كويس ازاي ممكن اعمل فيلم محدود ولا دي مش موجودة ما عادش في العالم اللي منيش فيه دلوقتي مش موجودة خلاص هاتتنا انا اصور فيلم بطريقة معينة بميزانية معينة مجيبش كرو كبير هل ده اللي موجود ولا لا موجود طبعا وانا رايي انها ملاش علاقة بوسيط العرض يعني سواء هيتعرض في سينما او هيتعرض في بلاتفورم انا شايف ان مش ده الموضوع الموضوع انك ازاي تعمل فيلم بامكانيات والعيلة جدا لانك ما عندكش غير الامكانيات دي انا بشوف المعادلة دي لازم يبقى فيها حاجة مهمة جدا ان ان انت كصاحب العمل ده قادر تأثر على الناس اللي هتشتغل في الفيلم ده انها تكون حبة الموضوع بشكل كبير جدا ومؤمنة بيك كصانع العمل بشكل كبير جدا انها مستعد مستعدة تضحي بوقتها وبتعبها وبالاجر اللي ممكن تاخده في عمل تاني عشان العمل ده يظهر للنور بس لازم يكون فيه مساواة ولازم يكون فيه عدل يعني بالاصح ما ينفعش يكون عمل ميزانيته كبيرة جدا وانا جاي على بعض الناس وبقول لأ الناس دي تشتغل ببلاشة او تشتغل من الورقور او ان فيه حد يكون واخد اجره بالكامل ممثل مثلا ويجي مثلا انا كمخرج العمل اقول لأ انا او العكس يعني المخرج العمل يكون واخد اجره بالكامل واجي روح وقول للممثل مثلا لا انا معلش ده فيلم مستقل وتعالى عمله ببلاش الممثل ده حيقول او انت يعني انت فين انت اضحية اللي انت بتعمل عشان تعمل فيلمك اللي تخليني يصدق في الفيلم وضحي معك يعني لازم المعادلة دي تبقى ده مزبوط ولازم برضو يبقى فيه نوع من المكافأة لو الفيلم ده عمل حاجة على المستوى التجاري يعني يبقى فيه برضو مكافأة عادلة للناس انا بكلم بقى الناس يعني اللي هما صناع الفيلم بمسرين يعني الكرو الاساسي مش طبعا مش بكلم على اي حد اشتغل في الفيلم لان انت صعب او ان انت تعمل جمعية فيها ميت واحد وتقول فيلم لما يكسب بقى احد توزع حصص على كل الناس فيه ناس بتعمل كده على الفاكر بس هي بس المشاريع اللي بتنتهي بسرعات وخلافات رهيبة لانه حاجات لما بتكونش كمان واضحة من الاول بتسبب مشاكل اه انا اعزي لو ما فيش بقى لو انا مش هروح للمنزكي او الكريم عبدالعزيز او احمد داود اي حد من الممثلين المعارفين وعندي فيلم اه محدود يعني محدود الميزانية هل فيه طريق ممكن لحد يعمله وقد يلاقي سوق اه طبعا يتوقف هال موضوع في الاخر يعني الموضوع والمخرج يعني انت لو معك سيناريو اه جزاب اه حتى لو محدود التكريف وحتى لو اه حتى لو الموضوع فيه برضو اه الشق الفني فيه غالب شوية عن الشق التجاري بس في الاخر فيلم اه جزاب و سواء بقى جزاب من خلال مهرجنات او جزاب ان هو قدر يعني يلاقي جمهور لما تعرض مثلا على منصات او هي زي كده اه اه اعتقد ان في الاخر حتقدر حتقدر تعمل فيلم وحتقدر تنجه يعني انما الموضوع مالوش بس هل تي محاولات كده في مصر اه انا بتالي مشوفتش لا فيه فيه بس مش مش يعني مش كتير من هلا بتزهر يعني مش كتير من هلا بتزهر يعني مش كتير من هلا برضو انت عايز فيلم يطلع فيلم جيد جدا يعني شان يبقى عنده فرصة في المرافزة وان هو يطلع اصلا كمان عندك تحديات الصورة والصوت والكل دي بقت ستاندرز بتخليك ممكن حتى لو فيلم حلو قوي مايش هيتخد بس كل ده بقى اسهل دلوقتي يعني انت سهل قوي تصور فيلم فور كي دلوقتي يعني فهمزي حتى لو بكاميرا صغيرة حتى لو يعني الموضوع ما بقاش اه انت فيه كاميرات جو برو بتصور فور كي دلوقتي فانت يعني اصلي الموضوع بقى اسهل من ناحية التكنولوجي وانت ممكن تصور فيلم بكرو وعشرة انفار وكاميرا زايرة وتطلعها قولتي كويس يعني فبس تنسح 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 الناس اللي هي مؤمنة بعملها واتقفلت قدامه كل الابواب اللي من نوع الانتجين المعرفين يحاولوا المحاولة دي جدا بس يكونوا عمليين يعني مش اي سيناريو يصلح ان هو ينتج بالتراضي يعني لازم يكون موضوع ملائم ان هو مكتوب بطريقة يسهل فكرة ان انت تعمل بطريقة موسيقى موسيقى شكرا